من بريز كمال طربي باحث مختص في أشؤون الأوروبية والفرنسية في مركز جينيف للدراسات كمال أهلاً وسهلاً فيك معنا وشكراً حضورك يعني ما بدأت كتير تلوم لبايدن إذا كان عم بيشكك لكن هل شكه بمحله؟ أولاً صباح الخير وشكراً على الاستضافة طبعاً بايدن مشكك مشكك لأنه من خلال الحرب في أوكرانيا هو يخوض نزاعاً استراتيجياً على زعامة العالم مع روسيا بعد نهاية الاتحاد السوفيتي وانهيار جدار بادرين تحولت الولايات المتحدة إلى القطب الرئيسي الأول أو الأحاني في العالم الآن أو منذ فترة بدأ فلاديمير بوتين يحاول انتزاع هذا الدور من الولايات المتحدة وإفهام الأمريكيين بأن هناك قطبين في العالم هما روسيا والولايات المتحدة إذا ما وضعنا جانباً القطب الثالث والهام أي الصين الرئيس الأمريكي بالنتيجة حين وضع حدود لتدخل الناتو باعتبار أن الولايات المتحدة هي زعيمة حلف شمال الأطلسي عندما قال وأكد أن الناتو لن يتدخل عسكرياً في أوكرانيا فبالتالي هو لن يستطيع منع تقدم المفاوضات إنما يحيطها بجو من التشكيك لإبقاء على التضامن الأوروبي مع حلف شمال الناتو وأيضاً لضمان مصالح الولايات المتحدة على المدى البعيد أعتقد أن ما حصل أمس في صنبول مفاوضات مباشرة وجهاً إلى وجه أولاً هي كسرت الحواجز النفسية بين الوفدين المفاوضين لأنها محادثات مباشرة وليست عبر الفيديو سكوب كسرت المفاوضات مباشرة وبالتالي فإننا نجد حالنا الآن أن الطريق الموصل إلى عمق المفاوضات أصبح مموحداً يجب فعلاً إيجاد المفتاح السحري لحل هذه الأزمة لفتح الباب وللبدء بحلول جدية لهذه الأزمة والمفتاح السحري أعتقد أنه يتمثل بوقف مؤقت لإطلاق نار وثانياً فتح ممرات إنسانية لإخراج المدنيين من المدر المحاصرة وتحديد المريوبول يعني هذه ممكن أننا تسمح بأنه تستمر المحادثات لكن هل هي فعلياً مفتاح؟ هل رح يفتحها المفتاح السحري؟ بالنظر لأنه يعني زيلنسكي بده ضمانات أمنية مش محدد مش واضح تماماً شو هي هاي الضمانات الأمنية تدخل تركي أو ما إلا ذلك كمان مش واضحة تفاصيله أو كيف ممكن أنه يتم هذا الشي على أرض الواقع لن نغل في التفاؤل هي مفاوضات وستدخل بالتفاصيل والشيطان يكمن في التفاصيل ولكن بعض المؤشرات تدل على أن الرئيس زيلنسكي بدأ يتعامل بكثير من البراجماتية مع هذه الأزمة خاصة حين تأكد أن حلف الناتو لن يرسل قوات عسكرية للقتال في أوكرانيا وأيضاً لن يصار إلى فرض منطقة حظر جوي لفوق أوكرانيا هو تأكد من ذلك وبالتالي بدأ يتعامل براجماتياً في إقراره أولاً بحياد أوكرانيا مع ضمانات دولية بالفعل ثانياً عدم انضمام أوكرانيا أو المطالبة أوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ثالثاً البحث في وضع المناطق الانفصالية كشبه جزيرة القرم ودومباسك مع مطالبته بأن يخدع أي وضع لهذه المناطق إلى استفتاء شعبي كي لا يتحمل هو شخصياً مسؤولية الوضع المستقبلي لأوكرانيا هذا من جهة بولونيا من جهة أوكرانيا عفوا أما من جهة روسيا فرأينا أن هناك بعض الليونة في المواقف منها مثلاً عدم معارضة روسيا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي إمكانية حصول لقاء قريب على مستوى القمة بين الرئيسين زيلنسكي وبوتين تخفيف الحصار عن مدينة العاصمة كياب عن تخفيف القصف عن مدينة كياب لا هناك أمور تحصل على الأرض صيد هناك أمور تحصل على الأرض هناك أمور تحصل على الأرض وحدات عسكرية روسية بدأت بالانسحاب من محيط كياب من البعض يرى أن هذا الانسحاب تكتيكي وأن بوتين يمكن أن يحضر لجولة أخرى مثل مصار بتشيشنيا هل في مقارنة مع تشيشنيا الآن؟ بحيث أن ينسح بانسحاب تكتيكي وبعدين يضرب الضرب القاضي والبعض الآخر يقول أن المصاعب اللوجستية والقتالية التي تواجه الجيش الروسي وبالتالي إطالة أمد القتال وعدم إمكانية الجيش الروسي من حصن الوضع العسكري بشكل سريع قد يدفعه إلى البدء ببعض التنازلات هذا أيضا من الواضح أن مدينة ماريوبول رغم أنها جمرت بنسبة 80% لا تزال تقاوم المدن الرئيسية خاركيف لا تزال تقاوم كييف لا تزال تقاوم كل مناطق الغرب الأوكراني ما زالت تحت سيطرة القوات الأوكرانية وهناك معارك حصلت في محيط كييف أظهرت تقدم الجيش الأوكراني إذن الأمور ليست بهذه السهولة أنا لست خبيرا عسكريا ولكن الواضح من أي حرب أو من أي غزو عسكري المطلوب هو حسم الوضع العسكري بأقصى سرعة ممكنة وإلا الآن مضى أكثر من شهر على هذه الحرب والأمور لا تزال بين كر وفر خاصة وقد تأكد الجانب الروسي أن حلف شمال الأطلسي إذا ما امتنع هو على قاعدة امتناعه عن الدخول عسكريا إلى جانب القوات الأوكرانية فهو يزودها بكافة أنواع الأسلحة وخاصة الأسلحة النوعية والأسلحة الدقيقة أقول صواريخ مضادة للطائرات وقضائف صاروخية مضادة للدبابات وهذه نظرا لطول الإمدادات واللوجستيك الروسي تؤثر فعلا على إمدادات القوات العسكرية الروسية وبالتالي فمن لائل مصرحة القطين أن تغلق القوات الروسية في وحول أوكرانيا تمام شكرا جزيلا لك كمال طربي اشتركوا في القناة